احلى مساء لأحلى مشاهدينا في كل مكان ومرحبا بكم معنا في عدد جديد متجدد من برنامج بصراحة يتوفر المغرب على رسيد هام ومتنوع من التراث الثقافي اللامادي الذي يعكس الهوية الحضارية للمجتمع المغربي وينتقل عبر الأجيال من خلال العديد من الممارسات والتصورات والأدوات والإبداعات والطقوس وأشكال التعبير وتعتبر الأغنية الشعبية واحدة من تجليات هذا التراث الثقافي اللامادي سوى في إطار ما يتم تدوله منها بين أفراد المجتمع المغربي أو ضمن ما يتم التعامل معه من نماذج في إطار البحوث الثقافية الأكاديمية فهل استطاعت الأغنية الشعبية المغربية أن تساهم بالفعل في تعميق الوعي بالتراث الثقافي الوطني وما هي العناصر الفنية التي تعتمد عليها الأغاني الشعبية المتداولة من أجل إبراس خصوصيات الثقافة المغربية وهل مجال البحث العلمي في المغرب يعطي ما يكفي من الاهتمام للأغاني الشعبية ويعمل على تطويرها في الاتجاه الذي تتحول فيه هذه الأغاني إلى رافعة لتنمية المجتمع وكيف للأغاني الشعبية في سياق تدغولها بين الناس أن تمد الجصور بينها وبين مجال البحث العلمي وأن تنهل من الثقافة العالمة وفق منهجية تساعد على إظهارها في الصورة التي تعكس الوجه الحضاري للبلد ضيفنا إذن هو شاب مغربي خبر دروب الفيزياء النووية كما خبر أغوار الفن المغربي الأصيل ليقوم برحلة رد الاعتبار لفن العيطة المغربية بمجمل أنماطه مرورا بالأغنية الأمازيغية والترب الحساني في ضرب صارخ لكل التعريفات الموحدة للأنماط الغنائية الشعبية المغربية رحبوا إذن معي بالدكتور الباحث نسيم حداد مرحبا بك معنا دكتور شكرا جزيلا شكرا أستاذ خديجة على الاستداطة أنا سعيد بتواجدي معكم اليوم مرحبا نورتنا ومعنا كمجارة العادة مشاهدين مستشار البرنامج الدكتور أحمد دافري أستاذ الإعلام والتواصل والناقد الفني مرحبا بك معنا أستاذ دافري أهلا وسهلا لكي أستاذ خديجة مرحبا نورتنا كالعادة طيب إذن مشاهدين اللحظة قبل أن نبدأ النقاش أدعكم لمتابعة هذا التقرير من إعداد الزميل عبد صدق بن عيسى رئيس التحرير بإذاعة البحر الأبيض المتوسط من الدكتور فلنشاهد ترتبط الأغنية الشعبية ارتباطا وثيقا بالمجال الذي تولد فيه لا تفقد صلاتها الوطيدة تلك بالمكان والناس وعاداتهم وتقالدهم وما يحكم الجماعة التي تنشأ فيها من أعراف بل هي في حقيقتها تلك تكون سجلا لمواقف وحقب ووقائع وذاكرة حية تحافظ على المتوارث ضمن نطاق جهة أو قبيلة أو جماعة بشرية يميزها نمط عيش معين وتعكس الأغنية الشعبية كل ذلك من خلال كلماتها التي قد تكون والدة تأليف جماعي أو هي كلام له إيقاع لمؤلف معلوم أو هي زجل منسوب إلى رجل عرف عنه الحكمة والصلاح أو الشجاعة أو مواقف كان لها أثر في القبيلة أو الجماعة إن الأغنية الشعبية تأسيسا على كل ما سبق تدخل في صميم ما يصنف ثقافة شعبية حيث اللامدي والموروث الشفهي أعمدة أثبتت صلابتها وقدرتها على تخط العصور والحقب تتناول الأغنية الشعبية في مواضيعها توصيفا للحظات في تاريخ بلد بأكمله فتحكي عن انتصارات وانتكاسات وبطولات وحين تناولها المناسبات الاجتماعية بما فيها الأعراس وحفلات العقيقة والختان وما شابها ذلك فإنها تكون سفيرة لتقاليد الفئة الاجتماعية أو الجهة أو القبيلة التي تنتمي إليها وتتناول الحب والمشاعر الإنسانية وتحكي عن الحرث والحصاد وعن البناء والمواسم الدينية والأولياء والصالحين الأغنية الشعبية من حيث سلاسة كلماتها وانسيابية إيقاعاتها الموسيقية كانت ولا تزال وسيلة أثبتت نجاعتها في مقاومة النسيان الذي يلاحق الثقافة الشعبية وقد تأتى لها ذلك وهو ما تثبته أغاني وصلتنا من أزمان غابرة لسرعة انتشارها وتداولها إن غنى الحمولة التاريخية والثقافية للأغنية الشعبية يجعلها تلازم مكانة أقرب إلى الثقافة العالمية مما قد يتصوره كثيرون ما تفتقد إليه نبش في حمولاتها التي قد تبوح بتفاصيل كثيرة أغفلها المكتوب كامل الامتنان لفريق العمل على هذا التوضيب وأيضا لزميل عبدالصدق بن عيسى كما جرت العادة أبدأ معكم دكتور نسيم بداية نود أن نقترب من شخصيتك كيف يمكن أن تفسر لنا التوجه العلمي متخصص في الفيزياء النووية وبالتالي توجهت للفن الشعبي تحديدا لفن العيطة هل كان صدفة أم بنية أم مقصود هذا التوجه؟ صراحة الاهتمام بالطورات الشعبية المغربي كان منذ الصغر ولكن أنا حاولت أن أكسر ذلك القاعدة المألوفة أنك إلا تبعتي طريق الدراسة لا يمكنك أن تدرب الموازنة معها مسألة أخرى سواء رياضة أو ممارسة في النية أو غيرها فأنا في الوقت الذي كنت أحضر الدكتورة في مركز الأبحاث النووية في سويسرا كنت في نفس الوقت كنت أشتغل على التورات الشعبية المغربي بمختلف تجليات دياله التورات الغنائية سواء في العيطة سواء في الملحون حماتشة ربما الأعمال التي قمت بها ديال العيطة هي الأكثر توثيقة ولكن هذا أنا أظن هو نابع من الشغف ومن حب لتورات المغربي هل ربما تلمست أن الأغنية الشعبية في خطر ربما هو هذا اللي خلاك أو الدواعي اللي جعلتك أنك توجه للتورات المغربي الأغنية الشعبية هل هي في خطر حالياً؟ صراحة التورات الشعبية المغربي فقدنا منه الكثير نعم فقدنا الكثير من النصوص نتيجة التناقل الشفاهي نتيجة الغياب التوثيق نتيجة المجموعة من المسائل اللي ربما نقدرون تطرقولها إن شاء الله في البرنامج وأنا كنحاول كما حاولوا مجموعة ديال الباحثين قبل مني وغادي يجيوا مجموعة ديال الباحثين من بعد أننا نعطيه واحد القيمة مضافة للتورات لأنها كيمة الهوية ديالنا وكيمة ديالنا كمغاربة أكيد دكتور دافرياني الأغنية الشعبية بين المتداول والثقافة العالمة أين تتموقع الأغنية الشعبية المغربية تحديدا؟ نعم هو عادة في تمثل فئة كبيرة من الناس أن الأغنية الشعبية هي أغنية من أجل أن تقوم بالترفيه عن الناس دون أن يكون هذا المغني الشعبي قادر على أن يثبت بأنه يمارس فعلا تقافيا عالما بمعنى أن الأغنية الشعبية هي عبارة عن واحد تعبير متنفس وتعبير تلقائي يعفوي يتم تعلمه وتلقنه من خلالي يعني عن طريق الأجيال أو كذلك حتى عن طريق مثلا الشغال داخل مهنة معينة مثلا نقول بأن هناك مغني شعبي يمارس مهنة الغناء الشعبي من أجل أن يسدد حاجياته اليومية وأن يقتات من هذا العمل لذلك في تمثل فئة كبيرة من الناس يعني مصدر عيشة أو مصدر قوتي يعني ربما لها الفنان نعم لذلك في تمثل كثير من الناس أن المغني الشعبي أو الأغنية الشعبية هي ليست أغنية قادرة على أن تحقق الطموحات التقافية لبلد وإنما هي فقط محاولة من قبل مجموعة من الناس لكي ترفيها عن فئة أخرى دون أن ترقى بمستوى هذه الأغنية إلى ذاك المستوى الذي نقول بأن لدينا أغنية عالمة بمعنى أنها تشكل وحد النوعد ينرجل وعي الفني والغنائي وتنضبط القواعد إلى غيرك ولهذا ينظر إليها الكثير من الناس عادة في تمثل نقول تمثل بأنها ممارسة أحيانا قد تكون دونية يعني النظرة للأغنية الشعبية قد حية وينظر لها بعض ناس باستعلاء نعم ولكن أستسمحك الآن لماذا ربما هذا منظمة تمثلات الدين المجتمع المغربي وسائر المجتمعات الأخرى أن الأغنية الشعبية لها ارتباط وثيق بالأفرح بالمصرات ربما كيكون عندها كتغنى غفل في الأعراس أو كتغنى غفل مناسبة الدينية ربما هنا تمثل لهو صائب إلى حد ما كتمثل لهذه الأغنية الشعبية وحقيقي في المخيلة الشعبية المغربية فالأغنية الشعبية هي واحدة نمط غنائي من أجل الربح المالي ولا من أجل خلق من أجل طرفي ولكن قبل من هذا قبل من هذا وهو أن المشاكل التي تعيشها الأغنية الشعبية هي مشاكل أكاديمية لأن تصنيفات لصنفات الأغنية الشعبية حطات الأغنية الشعبية بطريقة أو بأخرى في خانة الهاميش لأن من بين التنائيات العميقة في الحقل الفني وهو تنائي للثقافة العالمة والثقافة الشعبية جدلية تضاد هذه هذو من المشاكل من كم بدون صنفوا للثقافة كثقافة عالمة وتقافة شعبية فهذو من المشاكل وديجا الآن الأبحاث التي يقومون بهم والدراسات التي يتقامون بهم في موسيقى الشعوب يعني لتنو ميزيكولوجي فمجموعة من الباحثين يتغادوا على هذا التصنيف للأغنية الشعبية لأن من خلال هذا التصنيف نردوا الأغنية الشعبية لخانة الهاميش وعوضوها بالأغنية التقليدية يعني مجموعة للناس يظنوا بأنه يريد أن نفتحوا المجال لتناول أعمق لهذا الموروط و لهذا الممارسة الفنية يجب تغيير تصنيفات ضروري تصنيفات وضروري هذا المفهوم هل هذا التصنيف دكتور ناسيم يعني كان إجحافاً في حق الأغنية الشعبية؟ نعم كان إجحافاً لأن ظلمها المتقفون لأن مثلاً أمني كان نشوفه في الأمني كان درسوا التاريخ دي الفكر المغربي اللي يتكلم على الموسيقى كممارسة فنية داخل المجامعة المغربي فدائماً كانوا يحطوا الأغنية الشعبية في خانة الهاميش وبالمقابل كيتكلموا فقط على الممارسات الفنية اللي كتجينة باللسان الفصيح هنا كنتكلم على النزعة تدوين لأننا كنا في العقل العربي ندوين فقط ما جاء باللسان الفصيح كل ما جاء باللسان الداريخ فهو غير قابل لتدوين هذه المسائل هذو خلوا أن هذه التقافة الشعبية أنها تفقد القيمة ديالها في تمثل عند المجتمع وكذلك عند النظرة عند المتقافي لأنهم أعطونا النتيجة وهي أننا لقينا عندنا واحدة تقافة آليمة اللي اعتمدت وتبنته واحدة طبقة راقية برجوازية ولقينا تقافة أخرى عن طبقة العاملة الدونية اللي كتمثل الهاميش صحيح لماذا تعامل أستاذ دافري الأغنية الشعبية بكل حمولتها بكل تقلة التاريخي هذا الاستياء من طرح بعض الفئات فئات المجتمع نعم هي أولا المسألة لها ارتباط بواحد التدرج تاريخي اللي أعطانا واحد التراكم وحددنا واحد المجموعة دي المفاهيم بصبحت مرتبطة بينها تقافيا بحيث أنه كنقول بأن المجتمعات هي عادة كيكون في واحد نوع من طبقية تراتبية يعني اجتماعية طبقية حتى على مستوى الملكية وسائل الإنتاج اللي كيملك وسائل الإنتاج ولي كيكون كيخدم صاحب وسائل الإنتاج حتى على مستوى الفلاحة على مستوى الصناعة على مستوى في المغرب كان مجتمعات زراعية كانوا أشخاص اللي عندهم واحد الضيعات كبرى كيملكوا وسائل الإنتاج وليكن كينتاميوا المنتقد البادية ولكن داخل المدن كانت في أديل تجار تجار كبار والتجار كبار طبيعة الحال أن حتى المجالس ديالهم في لحظات ديال الترفيه كيخصهم يعكسوا هذا الوضع الطبقي ديالهم من خلال نمط عايش عادات سلوك حوارات طريقة ديال نكت قفشات إلى غير ديالك هذا شيء كامل يدخل في إطار وحد ثقافة شعبية ولكن هذا الشعب هو أصلا فيه وحد نوع الطبقية إذن بالتأكيد هذا النوع ديال الطبقية كيتجي وحد الفئة أخرى اللي هي كتحس برصة بأنها في أدنى سلم الإجتماعي كتخلق وحد نوع ديال تعابير حتى ديال الطبقة اللي هي ملكة وسائل الإنتاج كتتعامل معها بوحد نوع من الاستعلاء تعالي 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 مثلا تكلمون للموسيقى الأندلوسية نعم الموسيقى الأندلوسية من دخلت المغرب في أندلوس فهذا الفئة اللي جات من الأندلوس بطبيعة الحال واندمجت داخل يعني النسيج الاجتماعي المغربي بكل مكوناته المحلية أمازيغية جبالية ديال منطقة الأطلس فهي جات وهي حاولت باش ترسخ بأنها واحد طبقة نخبوية بطبيعة الحال حتى على مستوى طريقة العمران طريقة اللابس طريقات إذن بالتالي فحتى الطرب الأندلوس اللي جابته بقى كيتصنف ضمنها واحد لأنها كانت تغنى وتنشط هذه القصائد في البلاط في القصور ديال بطبيعة الحال بطبيعة الحال يعني ربما هذا منتمخدت منتمخدت ذلك الاستعلاء وذلك التعالي على فنون أخرى ربما أنا وقع أننا نحن تحنا يمنين تأسيت المراكز ديال الموسيقية المركز الموسيقي التابع وزارة ثقافة ومعاهيد فصبحت مادة الصولفيج كتتدرس في بداية ومعها إما الموشحات أو الطرب الأندلوس ولكن العيطة ما كانتش كتدخل لماذا العيطة لم تضمن ضمن هذه التصنيفات ربما سؤالي بشكل أعمق الأغنية الشعبية ماذا تتضمن هل طرب الأندلوسي الأغنية فن العيطة ماذا نحن بالأغنية الشعبية صراحة يظل تعريف التوراة الشعبية من مليء بالشعبات والتضارب لمفاهيم عصيون على التعريف؟ يعني الأغنية الشعبية عصية على التعريف؟ لكي نعطي أحد تعريف بسيط الأغنية الشعبية هي نوع من الممارسة الفنية الغنائية المرتبطة بالمكان بمكان معين بيئة معينة وجماعة ما من البشر هذا النوع من الممارسة الفنية عندها مجموعة هذه الخاصية التي تضبطها من أهم الخاصية ديالها وهي أن هذا النمط أو لهذه الممارسة الغنائية عندها أصول قديمة في الزمان يعني مشي وليدة ضاربة جدوها في المقتاريخ يعني ضاربة جدوها في التاريخ هذه المسألة الأولى المسألة الثانية هو التناقل الشفاهي يعني التناقل لهذه الغناء وظل تناقل شفاهي هذه هي إلا أغنية الشعبية بالمفاهيم القديمة ولكن وصنفنا بيئة وصنفنا فيهم جموعة ديال النمط الغنائية كالعيطة وكالجنوة وكلهم اضطيناه في الأغنية الشعبية وحطينا واحد التقافة العالمة واحد النمط غنائي معين وحطيناه كثقافة عالمة المشكلة التي كان وهو المشكلة للتصنيف وهو أنه لو أننا أعطينا واحد للقيمة الغنائية لهذه العيطة والدراسة ديالها كانت واحد دراسة تشمل جميع الجواني بالممكنة لأن في العيطة مثلا مني كانت تكلم على البنيات التقنية ديال الأغنية الشعبية فكتلقى أنها تختلف من بنيات سواء بنية مفتوحة تتقبل الارتجالية ولكن كاينين مثلا أنماط غنائية اللي فيهم البنية مغلقة قارة تابتة سواء من يحيط تركيب النصية أو النصق اللحني يعني البنية قارة مثلا الملحون كانت تكلموا على الأغنية الشعبية على أنها مجهولة المصدر عندنا نوع من الأغاني التقليدية اللي هو توراة الملحون اللي المؤلف أو للناظم ديال القصيدة معلوم معلوم معروف اللي تلقوا لسينياتور في القصيدة تلقوا لسينياتور ديال الناظم وكذلك هناك أنماط جديدة تكونت عندنا أنماط تقليدية اللي قال ارتباط ديالها مع الوصول مع النماط القديم وكونات نماط جديد اللي هو تقليدي وهناك أنت تكلم على الأغنية أو للنماط اللي تكون في مرحلة السبعينات نماط الغيوان نعم الظاهرة الغيوانية فهو تعبير تعبير تقليدي لأنه مرتبط بالتاريخ ولكن لا يقبل الرتيجالية النصق اللحني مضبوط ربما لما نتكلم على أنه لا يوجد نوطة هذا تقصير المشكلة ليست في الممارسة الفنية لا تقبل أنها تنوط ولا تكتبها المشكلة في التقصير ديال المفكيرين والتقصير ديال الباحثين هم اللي ما أعطوش القيمة لهذه التقافة دكتور دفري عندما نقول الثقافة الشعبية أكيد ولابد أن نشير في المقابل إلى الثقافة العالمة أين تتموقع الأغنية المغربية الشعبية وهل نالت حظها الأوفر دعنا نقول من الدرس والتمحيث تناقض فني نعم حاليا لدينا على مستوى البحث الأكاديمي بعض دراسات والأطروحات قليلة جدا التي اشتغلت على مجال التراث الشعبي وعندما نقول التراث الشعبي بتأكيد أنه يندرج ضمن الموسيقى أو الموسيقى التقليدية حيث كنا مثلا الموسيقى بوبولير شعبية والموسيقى تراديسيونيل تراديسيونيل بمعنى تقليدية تقليدية إذن هنا المشكلة الموسيقى التقليدية فيها واحد احتى الأمازيغية أمازيغية نعم فهي تندرج ضمن واحد الموسيقى اللي هي تقليدية ولكن في نفس الوقت الشعبية لذلك كيوقع هنا واحد النوع من التداخل بين المفاهيم ما كمقاوش نقدره نحده شنو المفهوم دي الشعبي مع المفهوم دي التقليدي تكلمنا على المجال دي البحث الأكاديمي كون أنه حتى الأطروحات اللي هي كتكون كتركز بواحد الشكل العلمي على هد الممارسات الغنائية الشعبية أحيانا تكون غير مقبولة من قبل المؤطرين وهذا نتكلم لك انطلاقا من حقائق حقائق لأنه ملكة مثلا نعطي أطروحة نعطي واحد تقرير على واحد الأطروحة نبغي واحد الأساد اللي هو مؤطر في مجال دي الدكتوري يؤطر لي هذه الأطروحة هو بنفسه يعني كيتخوف إما أنه كيكون هو غير مدرك لجدوى هذه الأطروحة أو أنه ربما يعتقد بأن ليست دات جدوى ودات أهمية وما عنده واحد من عكاسات على مجال البحث العلمي هناك هناك واحد المشكل لذلك عادة خص المجال البحث الأكيديمي يكون هنا واحد النوع الجرأة بمعنى الشجاعة الشجاعة في التعامل مع توراة الشعبي والأغنية تقليدية باش يمكن كما جاء في تقرير الأستاذ عبدالصادق بن إيسا بأنه كيخص نزيد النبش أكتر لأنه يمكن نستخرج مننا واحد مجموعة دير الدرر لمعمرنا كان ممكن أننا نعرفهم لولا البحث والتنقيب والنبش دكتور رسيم يعني الأغنية الحالية الشعبية التي تم توزيعها من جديد أو التي أنتجت ربما في هذا العصر هل تتصف بامتثالها للتراث الأشكال التنظيمية ربما أو لا تمثثل لهذه الضوابط الأغنية الحالية تحديدا بالنسبة الأغنية المتداولة الحالية أو لما يطلق عليها بالأغنية الموسمية فهي أنا في اعتقادي هي تتوزع ما بين ما هو تقليدي وما هو عصري لأنك لقوا بأن عندنا أغنية شعبية موسمية عندها مجموعة هذه الخصائص وقلقوا بأن عندنا أغنية موسمية شعبية ما يصطلح عليه أغنية الشبابية أو أغنية الجيل الحالي فتهية موسمية ولكن يختلفوا من ناحية المميزات الأغنية الشعبية المتداولة هي نتاج للممارسة فنية اللي قاموا بها وحد المغنيين أو وحد الفنانين معاصرين أعطونا أغنية موسمية اللي تعيش مدد زمانية ربما طويلة ربما طويلة ماشي بنفس الطريقة دي الأغنية التوراتية ولكن تغييب هذه الأغنية بمجرد أنه لا يوجد نوع غنائي شعبي جديد اللي يعودها في حين أن التورات لا يتعود فيما يخص الأغنية العصرية الاختلاف هي أنها تقتات أو لا تستفيد من التطور في وسائل البت والعرض هذه من جهة ومن جهة أخرى وهي أن المدة الزمنية دي لها محدودة جدا لا تتعدى عشر سنوات وهذه المسألة عشناها مع مجموع عمر محدد لا يزيد عن عشر سنوات وهذه المسألة عشناها مع الموجة دي للراب والآن كنعيشها مع الموجة الجديدة دي لها الجيل الجديد وكن اللحظه دائما وهو أنه في نهاية ومع بداية نقصان دي الإشعاع دي الموجة الغنائية ولماذا لا تسمد يعني صمود دي لها أنا في اعتقادي ما كنتسمد لأنها دارت القطيعة مع الماضي لأن الأغنية العصرية باختصار أغنية العصرية سنقسم إلى الأغنية الكلاسيكية تلك الأغنية الموسيقى النموذجية اللي نابع مدارس قناعات عامة قناعات عامة اللي كينين في البلاد رضينا واحد الأغنية كلاسيكية وقناها دي نموذجية تنتمي لمدرسة معينة تنتمي لمدرسة معينة وكذلك كين الأغنية الشبابية اللي تهي وكيتشاركوا بجوجوه في حالة المسألة وهو أنهم داروا القطيعة بطريقة أو بأخرى مع تاريخ زائد أنهم كيقتاتوا من نفحات الخارجية وهذه المشكلة للأغنية العصرية خصوصاً أغنية الجيل وهي أنه في نهاية الإشعاع ديالها كترجع للأغنية الشعبية لعل وعسى أنها تزيد واحدة سنوات قليلة من الإجابة هل تتفق مع كلامه أملاً ولكن ربما هذا سأتركه مع بعض الفاصل نعم إذن مشاهدين فاصل إعلاني بعد ذلك سنعود لكم لنكمل ونتابع معكم النقاش خليكم معنا مرحباً من جديد مشاهدنا عدنا لكم ولكن قبل أن نواصل نقاشنا مع ضيوفنا نستعرض معكم بدع أراء وجهات النظر في الموضوع نشاهدها ونعود لكم مغريب الحمد لله زاخر بالأغنية الشعبية راب الأغنية الشعبية اللي من ضمنهم خربوشة والنيرية تحررت البلاد كانوا مساجات دازوا للجنود دازوا المقاومين من خلال عطارها تحررت بعض المناطق الموسيقى الشعبية يستيل في حل أي ستيل إذا كانت خاد عن واحد الضوابط كتحتار من الضوق العام غدا تكون مزيانة ونحن نهضر الضوق العام هو سواء يكون لحم ولا كلمات ولا توزيع موسيقى لأن التوزيع الموسيقى يخدم الموسيقى في هذا الوقت في حال هذا كنت تسمع الموسيقى تحسي بإحساس كلمات والألحان تحسي أنك تسمع شيئا على الأقل أما هذا لا يصل لك المساج التي تطرحينه في الأغنية ولا تحسي حتى أنك لا تسمع شيئا كل جيل الموسيقى ليس ضروري في أغنية القدام الأغنية القدام كانوا عندهم جيل لهم لأن الجيل لديه موسيقى لهم يعني هكذا نمشي وهكذا ندوز الأمور أغنية المغربية تتهم في إبراز طورات المغربية عن طريق عن طريق الأغنية تنتصروا عبر العالم العربي تتعبر على التقافات تكون أصلا واخدة من طورات يعني من الإقاعات ومن الألحان المغربية ويعني وحد الخالة تكونك عبر على المجتمع المغربي تتطلع على مجتمع وطلع على مستوى حضرته تتشوف أغنية الشعبية إلا كان فيها كلام راقي وكلام هادف وفيه رسائل وما تتحييش مع أنتو العائلة هناك تتعرف بأن المجتمع بخير وأغنية الشعبية وطوراته الشعبية بخير إذن لبقى سنتوقف عند الأغنية الشعبية بين الثابت والمتحول بربما من خلال آراء دي المواطنين ووجهات النظر دي لهم بين وحد نوع منه كان أغاني اللي هي كانت قديمة مثلا كخربوشة أو فوح الفترة معينة شنو الثابت وشنو المتحول في الأغنية الشعبية ما هو ثابت يعني في الأغنية الشعبية وهو الهوية الهوية اللي كان نوجدها في هذه الأغنية فهي ثابتة وغير متغيير زائد القوة قوة الحضور لأن كنلاحظوا بأنه دازوا مجموعة من الموجات وكنلقوا بأن الطرات بان قبل منهم ولكن باقي ثابت وباقي حاضر المتحول وهو السوق التجاري لأن إلا بغينا نفهمه شنو هو المشكل دي الأغنية الشعبية نتصرقوا المصطلح دي الشعبي شنو هو المصطلح دي الشعبي إلا بغينا الكلمة الشعبي كمصطلح كالقو بأنه نقدرون نفهمها عن طريق مجموعة دي المفاهيم فالشعبي هو المحبوب وقلقوا بأن الأغنية الشعبية محبوبة ولكن نقيد الشعبي هو الراقي الراقي نعم يعني وكنتشوفوا بأن الشعبي كينطالق من الباسيط إلى الدوني إذا كان نقيد دي الشعبي هو الراقي فالشعبي هو ذك الباسيط وكيبقى كيهبط كيهبط سكيوصل للدوني هدو من ومني كنترحوا هذا المفاهيم قلقوا بأن السوق التجاري عند الكلمة كبيرة في هذه المسألة لأن الأغنية الشعبية تعيش تحت ضغط السوق التجاري لأنها هي واحدة تقافة صورت على أنها كتبت تعطل الاستهلاك تمام وفي حين أنه كينل واحد الأنماط أخرى للنخبة للمتقفين ولكن الأغنية الشعبية هي للاستهلاك ومع ظهور السوق التجاري والطلبات التجارية اللي كتبقى دائما كيبقى البحث على إرضاء السوق التجاري بأي طريقة وهنا كنفقدوا الهوية وهذا هو المتحول ولكن هذي الأغنية الشعبية وهذا هو المتحول في الأغنية الشعبية طيب أستاذ دافري إلى أي حد ربما تتفق مع كلام دكتور ناسيم لا هي بطبيعة الحال أنه نقاش حول هذا الموضوع خصوصا فيما يتعلق ببعض المفاهيم المفاهيم نعم دقيقة جدا دقيقة لأنه حتى إذا بغينا نخضعوه هاد النقاش لواحد المجهر أعلمي فقبل ما نشخصوه ونعرفوه ونقوموا بعملية دي التحديد شنو المكونات دي الأغنية الشعبية ندخلوا في واحد النقاش اللي هو عنده طبيعة أنتروبولوجية تقافية نعم عنده طبيعة محلية ونحن ما عندناش صنف واحد صنف واحد عندنا محليات مثلا تقطقى الجبلية تقطقى الجبلية العيوة يعني كيسمي وفما تقطقى العيوة يعني بشك هي عيطة ولكن كيسمي عندها حتى على مستوى المخارج للحروف ديالها على مستوى حتى الأدوات ديكت 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 مستعملاء فمنطقة دي الأطلس كذلك منطقة الجنوب المغربي طرب الحساني منطقة دي التفلال دي المهد دي الملحون المغربي صحيح مناطق دي المراكس ملحون مصنف ضمن الأغنية الشعبية أغنية تقليدية أغنية تقليدية نقوله الآن شعبية هنا المشكل هو أنه كأننا كنا نعطيها المفهوم خاص اللي هو عندنا في تمثل دينا تمثل دي المجتمع البندير واحد النوع دي الرقص واحد النوع دي الكمان لفوق الرجل نعم هذا كله يعني توصيفته مؤثرات على أن الأغنية شعبية ومعهدو ممن لساكسسوار تماما لذلك لذلك هذا دائما نحن كنقوله حتى بعد مرات في بعض الأعراس كتكون عندهم واحد البرمجة معينة نعم دي التراتبية على المستوى الترفيه عن الناس فوقه كي يكون الشعبي كيخليوا حتى الأخر لماذا؟ لأنه منك توصل القمة ديال يعني الفرحة والمتعة وديال الترفيه كي بعد مرات كتبدأ وصلة غنائية عبارة خفيفة مقطوعة موسيقية نقول في الطقوس ديال الأغاني والزفاف والأعراس كتبدأ بوحد البرمجة معينة وفين كتكون القمة بطبيعة حال حتى الخاليجي ولا عندنا أحيانا دخل الثقافة المغربية ولا كي يندمج مع الثقافة الشعبية ولا عندنا حتى إقاعات اللي هي أصلا من الأصل خصة تكون يعني إقاعات شعبية دخلت الإقاعات الآن كما قال السادق قبل أنه انفتاح على بعض الملامح ديال الأشكال غنائية غربية نعم حتى الموسيقى الشعبية راحتها والتي تستمد بعض العناصر الخارجية إما من الخليج أو من موسيقى مثلا ديال البوب أو من موسيقى ديال ريجي أو موسيقى الشعبية والتي تستغل هذي النماذج الخارجية وبالتالي صبحتنا نفهم ديال الشعبية ولا فضفاض لذلك كنفضل وش أسعر كنفضل أننا نقول بأن موسيقى اللي هي تقليدية مرتبطة بعمق تاريخي كممارسة وتعبير كان في الماضي وبقى كينتقل كفكر وبمواصفات بمواصفات دياله الأصلية طيب دكتور نالسيم يعني شنو الغناء الذي تتغنى بها يعني الأغنية الشعبية ولكن شنو كتتغنى أي صنف تحديدا الأغنية الشعبية أو التقليدية هي أغنية نابعة من المجتمع وكتغنى بكل ما يهم المجتمع سواء كان ذلك المجتمع زراعي راعوي بدوي أو كان حتى في المدن يعني فمثلا نشوفوا تيمات اللي تكلموا أو الأغراض الشعرية اللي تكلموا عليها الملحون كالقوها مختلفة كالقو ما هو ديني كالقو ما هو غزال كالقو الاجتماعي ني كمشوا مثلا فكلقو فيها مجموعة ديال الأغراض الشعرية اللي كين اللي مختلفة يعني فالأغنية الشعبية هي تعبر على المجتمع بأفراحه بمصراته بأحزانه ما الذي يحرك وجدان الدكتور نسيم حدد يعني أي صنف تحديدنا الذي يصلطنك بهذا المعنى صراحة يعني أنا عندي واحد الإعجاب كبير بلغة الملحون وبطرات الملحون لأنه ودف اعتقادي كنظن بأنه من أرقى تعبيرات للزجلية أو للشعرية اللي وجدت في العالم ونحن نغتنم هذه الفرصة ونسلطنه معك يعني في مقتطف من الملحون نقدم لكم قصيدة لعين الحرشام من الأجمل القصائد اللي كنين في الملحون لنتظوقها لنتظوقها جميعان مع المشاهدين أيضا تفضل أنا أنا أنظرت عين الحرشا قتال آل 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 بسيوف هند قطرى يحكم بجالة ما يرضى فحكام تعدل ما يقوى البلاه عشق عبلا يزطم ويهزم ويجيح من والا ويتيه ويزلغ بالعقل ويخلي قلب العشيق في دبلة ولا يهجب حروم ليه مالا موج في موج يهج ويحمل بعيون الحسان دائم يملق ومعاصر الدموع نمارها الطالة مثل الزيت عصيرها طل بالمتقال تقيل عنها تقلق شكرا جزيلا شكرا رائعة شكرا جزيلا طيب بطور دافتري ربما الآن نتوجه لتسليط الضوء على مقاومات الأغنية الثقافية الناجحة ما الذي يجعل أغنية شعبية ما تنجح وتصمد وتستمر؟ نعم مثلا كنا نتحدث عن أغنية شعبية في قالب جماعي في خلال مرحلة السبعينيات التي انبتقت من المسرح الشعبي شعبي نعم ومن كنت تكلموا عن المسرح الشعبي فكنت تكلموا على القصيدة دي الملحون سيدة قدور العالمي كنت تكلموا على الحراز كنت تكلموا على واحد مجموعة دي القصائد دي الملحون وتوضفت في قالب توراتي داخل أعمال مسرحية وكذلك اللي كان يكتبها الراحل عبد السلام الشرايبي هذ المبدعين في المجال دي التورات الشعبي وضفوا الأغنية الشعبية التوراتية وشيء اللي هو مبهر فيها هو جمالية النص بالصور بالبلاغة بالشبيهات تعبير عن الحب واحد طريقة عميقة وراقية كلام جميل جدا دكتور دافري ولكن دعني أقاطعك هنا تحديدا ربما هذا النقاش هذا الكلام اللي هو القصائد اللي كانت ضمن مجموعة من القصائد الراقية بهذا المعنى التي تعبر عن مجتمع معين هذا النقاش كما قلت يحطون على تفكير ماليا في إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الأغنية الشعبية التي تطالعنا بها مواقع التواصل الاجتماعي اليوتيوب ولكن على مستوى الكلام الموظف في الأغنية الشعبية له ارتباط بالخرافات له ارتباط بالشعودة هذا كلام جميل لذكرته الآن ولكن ما نعيشه حاليا هل هو فعلا ما يجب أن يغنى وهذه من ضمن ربما المقومات هذه الأغنية الشعبية النجاحة نعم لأنه المشكلة هنا على مستوى أولا التلقي كيف نستقبل نص من خلال وعينا بهذا المنتوج الغنائي الوعي دينا كيف نصنفه واش في درجة ديال الرقي أو في درجة ديال الدنيا هنا كي يكون أمر مرتبط بمستوى إدراك المتلقي لطبيعة هذا المنتوج لأنه وحد فاقد الشيء لا يعطيه أكيد الذي لم يتربى في بيئة عندها وحد الإرد ثقافي غنائي فهو غدي القنفسه في وسط واحد العالم مليء بالأشكال لربما أنه غدي القنفسه سوف ينساق وينجر وراء أشكال اللي هي ربما نقدر نقوله بين مزوجتين رديئة بالمفهوم ديال النص هل يكون الهدف هنا الربح يعني ربما الربح تجاري هو الوزب المنتج أنا كنت كنت تكلم على المتلقي على مستقبل الخطاب نتكلمون الآن على المنتج ولكن هذا اللي قلت يعني كي يكون الهدف من هذا الأغاني اللي هي بهذا المستوى هدف فقط الربح هو أولا السوق ديال الأغنية إذا كان سوق مرتبط بليبرالية المفتوحة على الربح وفق الضوابط ديال الرأسمالي المتوحشة راكين مشكين لذلك الدولة أحياناً كتكون مطالبة أنها تدخل في ضبط هاد السوق هاده هو علش كنقوله كتتدخل كتدخل من خلال واحد الآليات ديال التقويم والتعديل من خلال التعليم نعم من خلال التربية ومن خلال البحث العلمي البحث العلمي باش كيمكن تعدل من الاتجاه اللي غادية فيه هاد الأغنية لذلك قلت بأنه ما كتكون السوق من فتحة على أي شيء فهي كتكون السوق كتمرتبطة بالدرجة الأولى على ما هو غرائزي ما كتقوله ما هو غرائزي هو غير معقلا يقوموا على العواطف العمياء لذلك ما هننتظرش منه واحد المنتوج اللي هو مضبوط وراقي بالمفهوم ومنا كنقوله الرقي بالمفهوم ديال العقل لنا أكيد فالدولة كيخصت تدخل منك تدخل كتدخل من خلال المؤسسات ديال هاد وزارة التقافة كتحمي التورات كتحمي كذلك تورات مش غير الموسيقي وإنما التورات بمختلف أشكاله لأنها تشيرها مرتبط مرتبط بالأشكال ديال اللباس ما يمكنش نخلي واحد النوع ديال الملابس معينة هي اللي تهيمن ديال واحد الملابس مثلا اللي هم مزقة من الركبتين هي اللي غادي تهيمن على الدوق العام كنقام حافظ على واحد النوع ديال الملابس اللي هي جلبة تقليدية اللي هي الجبادور اللي هي كنعطيها واحد قيمة ديالي لأنك تكون مرتبطة وحد ثقافة مرتبطة مواضعة إذن الدولة ستدخل باش تحمي كذلك هاد طيب دكتور ناسيمي يعني لإبراس خصوصيات هذه الأغنية الشعبية على مدى يجب الاشتغال إن ربما لك دقة في الاختيار لأنه أستددفري وحالي بالعقل يعني ما شاء الله يعني تشتغل في مجال ليوك يعتمد على العقل وفي نفس الوقت عندك توجه لودي الوجدان والعواطف على مدى يجب الاشتغال دكتور ناسيمي أنا فيعتقادي إلى أهم حاجة وهو أنه البحث العلمي كي ما تفضل الأستاذ لأنه بدون يعني كيف يعقل أننا غاد نتكلمه على الرقي واحد الأغنية نعم تراتية لواحد الشعب معين وحنا في الجامعات ما عندناش لبغوش ديال 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 شعب 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 علم الموسيقى علم الموسيقى يعني خسنا باحثين وخسنا خسنا نعطيه القيمة لهذا لهذا النوع من البحث العلمي لأن بالفضل ديال ممكن أننا ما يبقاش عندنا الخلط كما تفضلتوا قبيلات في الحديث على الأغنية الشعبية الحالية نعم فهذه أغنية موسمية لكن ربما ما يحزوا في النفس والتوظيف بعض المصطلحات يعني قاموس 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 ديال الأغاني الحالية الشعبية وقاموس يندله الجبين أحيانا كما تفضل الأساد ففاقدوا الشيء لا يعطيه لأنه ما تنمي كانت تكلم على المجموعات في السبعينات فكان عندهم واحد الرصيد واحد القائدة معرفية طراتية مهمة من الصرح كانوا تسمعوا الملحون الحلقة كانت عندهم واحد القائدة فكيف هذه الأغنية رافعة رافعة للوعي المجتمعي وبالمقابل كانت تكلم على الأغنية الجيلية لا أقصد المغنيين ولكن أقصد الممارسة الفنية مجملة بالكاتب الكلمات بالملحين بالموزع وبالمتلقي فالمتلقي منك يسمع العقل البشاري يقلب على أسهل حاجة فإذا ما كانتش عندنا واحد المناعة مناعة فكرية ثقافية التي خدمنا عليها وخدمنا في العقل المستامع المغربي لا يمكن أنه يفرق ما بين يقول هذا سيبدأ فني وهذا نوع من الذي يعشت صحيح طيب دكتور دفري هذه الأغاني الشعبية الحالية سواء التي أعيد توزيعها كما قلت لدكتور نسيم أم تلك التي تنتج شبابية بين المدوجتين تنتج في الفترة يعني الراهنة هل تعمل على إظهار ربما المجتمع في الصورة التي ينبغي في إظهار حضارة المجتمع المغربي أم هي مسألة تجارية محضة هو بالتأكيد أنه لدينا معضلة حقيقية مرتبطة بالسوق الفني السوق فني خاضي على واحد منافسة الشارسة خصوصا أنه إذا كنا سنتحدث عن مقاولات الفنية التي تتوخر ربح وهو أمر مشروع وبذلك تضرب الوعي ومجتمع عرض الحائط هو أمر مشروع أنني أستعمل ما أعرفه وأنا أعرف ما لدي مدارك في مجال الفن نوضفه كسلعة كبضاعة التي تباع وتشترى ولكن هنا المشكلة هو البضاعة التي تباع وتشترى يجب أن تكون تتفر على واحد العناصر الجودة مقييس الجودة لأن أي حاجة ميكانشريها يجب أن تكون فيها جودة ما تكونش مغشوشة يعني أنها ما يمكنش تسلعة غدين استهلكها وتخلق لي مغاس أو شي حاجة اللي غدين تتخلق لي الآلام في جسد كذلك كان بعض البضاعة الفنية اللي فعلا أنها يمكن أن نستسيغها شكلا وقالبا لكن مع مرور الوقت سنلاحظ أنها ربما قد تؤثر على ضوقنا قد تؤثر على سلوكنا وقد تؤثر كذلك على علاقاتنا الإجتماعية صحيح وهنا فين كان الخطورة هذه النوع بعض الأغاني اللي هي غير مدروسة وكتكون مرتبطة باللحظة بالآن كنكون بغي أنني نخدم باش نربح الآن ما كيكونش عندي واحد مشروع ثقافي ما عنداش واحد استراتيجي وبعد نظر وكيكون طرح لنفسي السؤال ماذا أريد أن أقول وإلى أي غاية أريد أن أصل هنا فين كان المشكلة دكتور رسيم أشرتها قبل قليل للمناعة أكيد المجتمع يحتاج لمناعة والنش يعني أقصد هنا النش بالتحديد خصوة توفر على واحد للمناعة ضد يعني ما يسمع ربما هذا النوع من الأغاني اللي لا تعتمد على هذه المقيس لتراعي الضائقة الفنية وتراعي أيضا المجتمع بكل يعني ما يتوفر عليه المجتمع من قيم ومن مبادئ هل هناك منهجية محددة ربما ترسم لنا أفاق تطوير الأغنية الشعبية وأنت باحث في هذا المجال يعني من بين الحلول يعني اللي كان نشوف كما قلت يعني البحث العلمي ضروري البحث العلمي خص إدراج إدراج تورات في المعاهد الموسيقية من ضروري أن الطفل المغربي نعلمه تورات المغربي ونعلمه الهوية دياله ومن جانب آخر وهو السلطة الإعلامية فالسلطة الإعلامية خص تخلق لنا واحدة التوازن في المجتمع يعني من كتصل لضوء تصل لضوء على الأغنية الجيلية لأن من حقهم أنهم يعبروا على 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 رأسهم بطريقة اللي كي بغيوا ولكن الإعلام خصوا يخلق لنا التوازن ويعطينا بالمقابل تورات باش كنشوفوا كنخليوا المستمع هو اللي كي اللي كي يختار يقال بأنه الدوق الفني يعني لا يناقش ولكن أنا أظن بأن الدوق الفني ربا إلا ما ربيناش هذا الدوق الفني ممكنش أننا نجيو نقول وراء هذا الدوق تربيه الفني جيد كتور دفري نعم كإضافة هو أنه ربما ينبغي أن نفكر جيدا في تقليص تلك الهوة التي هي قائمة بين الفنان الشعبي نعم وبين ذاك المنظر والباحث في المجال الأكاديمي الذي أحيانا ينظر إلى الفنان الشعبي باعتباره وحد الكائن مختباري ويتعامل معها لأساس أنه سوف يستخرج منه مادة علمية ويكتب عنها صحيح في الوقت الذي ينبغي على الباحثين في مجال التراث التقافي والأنتروبولوجي والثقافة الشعبية بجي يقتربوا أكثر من الفنان الشعبي يعيشون جميع الحالات التي يعيش هذا الفنان ويحاولون أن يشعروا بالأحاسيس لهذا الفنان من أين ينهل هاد التقافة من يأخذها معين المنبع وبالتالي فحتى هذا الباحث سوف يتحول هو إلى فنان شعبي وهذاك الفنان شعبي سيتحول إلى باحث في المجال الفنان الشعبية ستوقع واحد المنظومة التواصلية واحد سيستام لفيه أخذ وعطاء وهذا نزيد ونضيف عليه ما يمكن أن نطالب من المؤسسات المسؤولة على رعاية ومكابة التقافة الشعبية وكذلك مجال المؤسسات التعليمية لأن لحظ بأن المؤسسات التعليمية لا يوجد أساسي التي تسمى التربية الموسيقية والفنية خصوصا التربية الموسيقية إذا نحن إذا كنا نريد الفنون الشعبية نعكس على المجتمع وتساهم في البناء الشخصية الوطنية وتكون كرافعة من أجل التنمية كيخص ضروري ندرجوها ضمن المنظومة التعليمية وكذلك التواصل طيب دكتور نسيم نختم بحلمك طموحك فيما يتعلق بالأغنية الشعبية باختصار كانت من أن هذا رسالة موجهة للفنانين الشباب فكن نقول لهم من الواجب علينا لأن أنا من الجيل الشباب من الواجب علينا جميعا أن ندير اليد في اليد وأن أنا منزيدوش نوسع ذاك الشرخ اللي كينما بين جيلنا والجيل القديم فالأغنية الشعبية والأغنية التراثية وهي واحد الحصات دي المجموعة دي الممارسات فنستفدوا منه نخليوا قائدة باش أننا نرقاو بأغنية مغربية حقيقية كنتمنوا لك كل النجاح والتوفيق وكامل الألق في مسيرتك الفنية وفي مسيرتك أيضا العنمية شكرا جزيلا لك دكتور نسيم حدد على قبول دعوة برنامج بصراحة وعلى كل هذه إضاءات شكرا جزيلا لك شكرا مع جزيله لك الأستاذ أحمد دافري على كل ما تفضلت به أحلى شكرا لكم مشاهدينا على وفائكم وأصدق شكرا أيضا لفريق العمل وأنا على وعد اللقاء بكم غدر في نفس الموعد دائما بصراحة في انتظار غد أحلى اشتركوا في القناة